نحن أشارنا في أكثر من لقاء سابق بأن اليمن المحاصر اليوم بات يفرض معادلة جديدة بأنه يفرض الحصار على الكيان الصهيوني وأيضا دخل إلى دائرة الحصار الأمريكي والبريطاني بعد عدوانهم على اليمن وهذا يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه القوات البحرية اليمنية بعد أن حرص الأمريكي والبريطاني على تدمير تلك القدرات منذ بداية الألفية وليس من بداية الحرب بل كان حريصا على تدمير كل القدرات بما فيها القوات البحرية بشكل أساسي حتى لا تكون هناك إمكانية لتوظيف هذه القوة في أهم نقطة استراتيجية متعلقة بأعالي البحار التي تمثل أهم النقاط من خلالها تسيطر الإمبراطوريات أو القوى العظمى ومن بينها أمريكا وبريطانيا اليوم البيان الذي أطلق أو دشنا من خلاله العملية الرابعة أو المرحلة الرابعة من التصعيد يتضمن جانبين الجانب الأول هو إتمام عملية الحصار على الكيان الصهيوني على اعتبار أن العملية الأولى حرمت الكيان من عملية الملاحة البحرية أو النقل البحري عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب ووصولا إلى ميناء أو مراشراش أو كما يسميها الكيان إيلات المرحلة الثانية أن العدو الصهيوني بعد هذه المرحلة لقى إلى أساليب أخرى في إيصال البضائع سواء عبر الدول الأوروبية أو عبر أمريكا باستخدام البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى الميناء الموانئ الغربية ميناء أجدود أو ميناء حيفاء أو ميناء أسقلان أو غيرها من الموانئ على البحر الأبيض المتوسط هنا كانت النقطة الأساسية والجانب الأول من هذا البيان والذي تم سرعيان مفعول هذه النقطة منذ إطلاق البيان أو إعلان البيان بأن أي سفينة اخترقت الحظر ووصلت إلى موانئ فلسطين المحتلة ستصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية بغض النظر عن الزمان أو المكان بمعنى أنه إذا كانت هناك سفينة قد وصلت إلى موانئ فلسطين المحتلة عبر البحر الأبيض المتوسط مخترقا الحظر الذي فرضته القوات البحرية اليمنية ستصبح هدفا مشروعا سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في البحر الأحمر أو في المحيط الهندي بغض النظر عن الزمان إذا كانت قد استطاعت الوصول خلال هذه الأيام فقد تكون إذا مرت في البحر المحيط الهندي بعد شهر ستكون هدفا مشروعا للقوات المسلحة وسيتم استهدافها إذا مرت في البحر العربي سيتم استهدافها مهما كانت وجهتها وإلى أي جهة كانت تتجه ستكون هدفا مشروعا كونها حاولت اختلاق الحضر اليمني ووصلت إلى موانئ فلسطين المحتلة هذا جانب النقطة الأخرى فيما يتعلق في حال حاول الكيان الصهيوني إلى جانبه الأمريكي والبريطاني اقتحام رفح أو التصعيد ضد قطاع رفح ستكون هناك عملية تصعيدية كبرى تتعلق بأن كافة الشركات التي لها علاقة بالإمداد وإيصال البضائع إلى موانئ فلسطين المحتلة ستكون سفنها أهداف مشروعا للقوات البحرية اليمنية مهما كانت وجهتها ومهما كانت جنسيتها بمعنى حتى وإن كانت سفن تابعة للصين أو لأي دولة أخرى أو لروسيا أو حتى لأطراف أوروبية أو أسيوية أخرى ستكون أهداف مشروعا للقوات البحرية اليمنية حتى وإن كانت وجهتها إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى الهند أو إلى الصين فهي ستكون هدف مشروع للقوات المسلحة كونها تقدم الدعم والإسناد والإمداد للكيان الصهيوني وهنا عليهم أن يعرفوا جيدا بأن أي عملية دعم أو إسناد للكيان الصهيوني من قبل تلك الشركات ستقبرهم على أن يتحملوا فاتورة هذا الدعم وهذا الإسناد بأن سفنهم ستصبح ممنوعة من العبور في دائرة عمليات القوات المسلحة اليمنية وستصبح سفنهم أهداف مشروع للقوات المسلحة وهذا يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه القوات البحرية اليمنية في فرض معادلتها في البحر الأحمر وفي البحر العربي وفي خليج أدن وصولا إلى المحيط الهندي الذي توسعت خلاله هذه العمليات اليمنية وتم تقويتها بحسب توجيهات السيد القائد وخطابه الذي تحدث عن ذلك واليوم دشنا هذه المرحلة الرابعة على اعتبار أن الصهيوني يحاول أن يدفع بعملية تصعيدية ضد قطاع رفح لأن تصبح كل السفن الواصلة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى موانئ فلسطين المحتلة هدفا للقوات المسلحة اليمنية وستصبح كافة السفن التابعة للشركات التي لها علاقة بالإيصال أو بالإمداد أو بالدعم للكيان الصهيوني أهداف مشروع للقوات المسلحة اليمنية وستمنع من العبور في دائرة عملياتنا وسيتم استهدافها في أي نقطة كونها لها علاقة بالكيان الصهيوني وتدعمه لارتكاب تلك المجازر والقرائم وهي طرف مشارك في ذلك وتعتبر من وجهة نظر القوات المسلحة اليمنية هدف مشروع وسيتم استهدافها في أي نقطة